موسيقى السلام عليكم عزيزي المتابعين هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة معكم أخوكم هاشم العلوي واليوم راح نلقي نظرة على هاي الماكرافون من شركة أوديو تكنيكا ماكرافون اللي هو AT2040 وهو يعتبر دايناميك مايك شل الفرق بين دايناميك والكندنسر طبعا الديناميك مايك ما راح يلتقط الأصوات بحساسية قد الكندنسر مايك فماكرافون الديناميك هو مناسب جدا للغرف اللي يمكن يكون فيها الصوت في صدى شوية يعني الغرفة ما تكون معالجة صوتيا بشكل مناسب قبل لا نبتدي يا جماعة حبيت أشكر راعي هذه الحلقة دي جي كورنر اللي عطونا هاي الماكرافون ولأنك من متابعين هذه القناة راح نسوي سحب على هاي الماكرافون كلها اللي عليك تسوي أن تضغط لايك على هاي الفيديو وتشترك في القناة وتنزل في الكومنتز وتكتب لنا في شون راح تستخدم هاي الماكرافون والفيديو القادم راح نعلن الفائز عن هذه المسابقة وأنا راح تواصل معاك شخصيا إذا فتحنا مع بعض علبة الماكرافون راح نشوف فيها يوزرز مانيول ونشوف فيها أيضا هذه الشنطة اللي ممكن أنك تتخلي فيها الماكرافون نفسه ونلاقي أيضا كونفيرتر صغير من خلاله تقدر أنك تتحول مقاس الفتحة اللي بيركب فيها الماكرافون عساس تقدر تستخدمها على الستاندارت المختلفة من خواص الماكرافون أنه فيه هاي باس فلتر يعني شنو يعني فلتر يخلي هاي فريكنسيز باس ويشيل الفريكنسيز اللي نازلها كل اللي اشتحت فإذا مثلا فيه صوت مكيف أو صوت مثلا ثلاجة أو صوت أي أدوات ميكانيكية الهاي باس فلتر رح يتخلص من هذه الأصوات الماكرافون هذا فيه internal shock mount ولكن لاحظت أنا أنه الشوك مونت مو جدا قوي يعني أي حركة على الطاولة رح يلتقطها الماكرافون فيفضل لما تستخدم الستاند اللي يكون على الطاولة نفسها يفضل لأنك عندك الستاند اللي هو يكون نوع الارم فالصوت الموجود ما رح يلتقط من قبل الماكرافون إذا استخدمت نوع ثاني من الستاندات الماكرافون أيضا فيه داخله built-in pop filter فممكن أنه يقلل من صوت الهواء اللي يضرب الكابسولة نفسه فما يكون عندنا نوع distortion الباتر من ماكرافون هو hyper cardioid يعني أن الصوت موجه إلى الأمام بطريقة جدا جدا ضيقة خلونا نسوي التست مع بعض عن مدى التقاط هاي الماكرافون للصوت طبعا هاي الصوت رح يكون بهاي الطريقة من الأمام بس إذا حركت ماكرافون على جنب لاحظ أن الصوت يختلف وما رح يلتقط الصوت بوضوح نفس الشيء صوت من الأمام ومن الجهة الثانية رح الصوت يكون ضعيف فأفضل position للماكرافون هو أن يكون بهذا الشكل لاحظت أيضا إذا كنت بعيد عن الماكرافون يعني حتى بهذا المستوى الصوت بيكون شوي متغير بيكون شوي ضعيف فأفضل طريقة عساس أنك تحصل أحسن صوت باستخدام هاي الماكرافون هو أنك تكون قريب للماكرافون يعني يكون الصوت موجه بمسافة جدا قصيرة بينك وبين الماكرافون يعني بهذا الطريقة الحلو اللي في الماكرافون إنه هو budget friendly فإذا كنت من صناع المحتوى المبتدئين وحب تستثمر في الماكرافون سعره ما يكون غالي هاي الماكرافون سعره اليوم تقريبا 99 دولار فمقارنة بجودة الصوت اللي قاعد تحصلها السعر جدا جدا مناسب مساحة الفريكونسي أو الفريكونسي رينج حق هاي الماكرافون هي من 80 إلى 16 ألف هرتز يعني 16 كيلو هرتز هاي المسافة بشكل عام هي مسافة أضيق من اللي احنا معتادين عليه في الماكرافونات الثانية أغلب الماكرافونات الثانية تلاقي الفريكونسي يكون موجود ما بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز فيعطيك مجال أكبر حق الترددات الصوتية ويخلي الصوت يكون فل أكثر فهاي الماكرافون بتحس إنه المساحة للفريكونسي بيكون شوية أضيق فما عندك الفريكونسي اللي هما عقبل 16 كي اللي يعطونك عادة اللي هو الكريسپينس أو الوضوح في الصوت يكون اللي هو الفريكونسي العالية هي اللي تعطينا الوضوح في الصوت نفسه فبسبب الحد للفريكونسي في هاي الماكرافون ما راح تقدر إنك أنت تحصل على الكلاريتي المطلوبة في الصوت ولكن هاي ما يمنع لدينا الماكرافون حق استخدامه استخدامه بهاي الطريقة استخدامه مناسب يعني إذا كنت مثلا قادة تستخدمها حق البودكاست تقدر إنك أنت توجه بهذه الطريقة وتسجل عادي إذا عندك ضيف أو اثنين أو ثلاثة والصوت بيكون جدا مناسب خلونا نجرب نسوي حين تست بسيط حق السيلف نويز لهاي الماكرافون أنا الماكرافون موصلة مباشرة إلى الزوم F6 ومن الزوم F6 قاعد أخذ الأوديو وسوي سنك مع الفيديو بعدين في البوست فهاي التست حق السيلف نويز لفل حق هاي الماكرافون نسمع نجرب حين نسوي التست حق Voice Over نشوف شون الصوت تدور أحداث هذه القصة حول شخص يدعى علي بابا وزوجته الذكية مرجانة الذين كان يعيشان في إحدى مدن بلاد فارس وكان علي بابا يعيش في فقر وعوز وحاجة بينما يعيش أخوه قاسم عيشة مليئة بالرغد والرفاه والمال والعز بعد أن تزوج من ابنة تاجر ثري كبير وتنعم في ثروته بعد انقضاء أجله هذه يا جماعة نظرة سريعة على مايكرافون Audio Technica AT2040 ومثل ما قلت لكم هاي الماكرافون راح يكون عليه سحب وراح يكون من نصيب واحد من المتابعين كل اللي عليك تسويه تضغط لايك حق الفيديو تشترك في القناة وتكتب لي في التعليقات في شنو راح تستخدم هاي الماكرافون هل راح تستخدمه في الغناء هل راح تستخدمه في التعليق الصوتي في البودكاست أحب أسمع رأيكم في قسم التعليقات وإذا حابين يا جماعة تشتركون في دورة الهندس الصوتية المجانية رابط الاشتراك أيضا راح يكون موجود في وصف الفيديو أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة